اشتركado n cara arrivati السلام عليكم يا شباب قبل كل شي اضغط لاك للفيديو اذا لم تكن مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجلس اليوم نجلبكم الطريقة او كيفية ازال الحقوق او العلامة المائية لتطبيق مجزد يعني دمما تصور تسجل شاشة الاندرويد شاشة هاتفك او استشجل اي لعبة فيظهر لك شعار او اسم التطبيق او الايقونة بالتطبيق يظهر لك في الشاشة يعني يظهر لك الكلام او اسم البرنامج فراح نحلكم هذه المشكلة عن طريق ازالتها عن طريق التطبيق نفسه يعني فيه خاصية انك تغلق هذا الخاصية يقيقاف ظهور علامة او اسم التطبيق بعد ما تصور الفيديو راح نحلكم لهذه المشكلة طريقة تخبرو كأنك تحمل التطبيق من الرابط الاسل الافيديو هذا النسخة طبعا رابط الاسل وهذا النسخة يعني يتميز انك تقدر تغلق الخاصية ظهور علامة ظهور اسم التطبيق بعد ما تصور الفيديو حمل النسخة هذا من رابط الاسل الافيديو بعد ما تحمل طريقة هدو انك تقindungظ على الرابط بعد ما تكتفل عن اللاهن يوديك لصفحات علانية وي Цеقنこigong play ، فتحمل ويتثبت بالطريقة العادية بعد تثبت التطبيق نشغل التطبيق نتضغط على أيقونة التطبيق فتضغط على ما يظهر لي اذا ضغطت يوقف الفيديو فأنت يظهر لك خيار ثاني عندما تضغط على أيقونة الخيار اللي في الوسط يظهر لك هذه الخيارات خيار الأول فيديوهات خيار الثاني الصور خيار الثالث هو العدادات نضغط على خيار الثالث يظهر لك هنا خيارات تنزل تحت تضغط على ما يوين هذا الخيار تضغط عليه هنا توقف خاصية إيقاف ظهور علامة أو اسم التطبيق هذا مكتوب مكتوب حتى نغلقها تضغط عليه مرة فناس ما تشفون اختفى الخيار ناس ما تشفتوا اختفى الخيار الآن لما تصور ما يظهر لك ما يظهر لك أي اسم في التطبيق لما تصور فيديو أو تصور لعبة ما يظهر لك هذا الاسم هذا هو الشرح اذا اعجبك لا تنسى اللعك في الفيديو اذا ما قد من اشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجاس مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة